في 12 تموز 2006 اجتمع اللبنانيون الشرفاء على دعم المقاومة دفاعا عن لبنان ورغبة في تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية ورفضا للمؤامرة التي شارك فيها لبنانيون آخرون والتي حيكت ضد أحد أبرز عناصر القوى اللبنانية الذي خلق توازن ردع منع العدو على مدى سنوات من الاعتداء على لبنان بعدما أدى إلى تحرير غالبية الأرض اللبنانية عام 2000 أما في 12 تموز 2024 فالوضع اختلف اللبنانيون الشرفاء لا يزالون مجمعين طبعا على العداء لإسرائيل ومجتمعين على التصدي لأي عدوان محتمل على لبنان ومصممين على التمسك بالسيادة الوطنية في الجو والبحر وفوق كل حبة تراب غير أن التضامن مع غزة بفتح جبهة الجنوب تحت عنوان الإسناد ليس موضع إجمع بل محط اعتراض صريح ليس فقط من خصوم حزب الله بل من أحد أبرز حلفاء المقاومة على مر السنين فالوقوف مع القضية الفلسطينية وهو واجب وطني وإنساني وأخلاقي لا يكون بتوحيد الساحات ولا بتعريد لبنان لأخطار إضافية في ظل ما يعانيه من انهيار سياسي ومالي خصوصا في ضوء المواقف المعروفة للدول المحيطة بفلسطين المحتلة من مصر إلى الأردن وصولا إلى سوريا أما الفراغ الرئاسي فانتظار ملئه بناء على توازنات مبعض الحرب لا يجد نفعا لأن المعادلة الداخلية واضحة ومحورها المثاق الوطني والوقوف عند رأي المكونات في اختيار ممثليها الأساسيين على الأقل في الدولة والحرب كان يفترض أن تكون دافعا للإسراع في إنجاز الانتخاب لا سببا من أسباب التأجيل في انتظار هدنة أو حل لا يبدو أنهما في متناول اليد وفي غضون ذلك بدى واضحا أن الطرحين الأخيرين لنواب المعارضة لذين تجاوب معهما إيجابا التيار الوطني الحر لمحاولة تحريك عجلة الاستحقق الرئاسي استضما بالحائط المسدود نفسه الذي يحول دون انتخابه رئيس جديد منذ حوالي العامين